ما كان همساً بالأمس تجهر به اليوم كل وسائل الإعلام واشنطن غاضبة من تل أبيب لا تكاد تجد صحيفة أمريكية أو إسرائيلية إلا وتتحدث عن حجم الخلافات بين الإدارة الأمريكية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة الخلافات بين الجانبين تعمقت منذ بداية الحرب حيث يعتقد مساعد بايدن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعمل على إطالة أمد الصراع للبقاء في السلطة وأنه يفضل عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض كما أن الاتهامات التي وجهها نتنياهو لإدارة بايدن وضعت العلاقة في الحضيد على حد وصف مسؤولين أمريكيين يزداد الغضب الأمريكي على نتنياهو وتعنته والخروج عن المصاري والمقاربة الأمريكية لإدارة الأزمة في الشرق الأوسط سواء أعضاء الكونغرس أو الرئيس الأمريكي جو بايدن أو حتى أقرب مستشريه كما يزداد قلق البيت الأبيض قبل خطاب نتنياهو خلال جلسة مشتركة للكونغرس خشية انتقاده بايدن على دعمه شحيح لإسرائيل في حربها على غزة وفي المقابل شكل هجوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو المفاجئ على إدارة جو بايدن بسبب ما اعتبرها خطوة سلبية من جانبها بوقفها شحن أسلحة ودخائر لإسرائيل صدمة في واشنطن وذلك بالنظر لما قدمته وتقدمه الإدارة الأمريكية من دعم بلا حدود لإسرائيل دبلوماسيا وتسليحيا وسياسيا وماليا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطع غزة ورغم حجم الانتقادات والخلافات الظاهرة بين الرجلين إلا أن الحقيقة الأوضحة أن الموقف الأمريكي لا يمكن إلا أن يكون متفقا تماما مع الرغبة الإسرائيلية في القضاء على حركة حماس ومنع تكرار هجوم السابع من أكتوبر مرة أخرى إلا أن الخلافة يأتي في الأسلوب وألعيب السياسة وليس بشأن الهدف